نشرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية تقريرا عن المشهد القطري في ظل دعم الدولة للإرهاب وأشارت الصحيفة في تقريرها بالأدلة الدامغة إلى إيواء قطر للمتطرفين من مختلف دول المنطقة ما يشكل دليلا على دعم قطر للتطرف وتمويله السكان والوافدون في قطر يمتزجون بالمنفيين السوريين والإسلاميين المتطرفين من ليبيا ومصر والسودان وغيرها من دول المنطقة هكذا اختصرت صحيفة نيويورك تايمز المشهد في قطر في تقريرا للصحيفة المرموقة أشارت إلى دولة قطر بوصفها عاصمة للمؤامرات والتفاخر فخلف ستار الترف الذي يحيط مبانيها هناك خلطة فوضوية شريسة من المقاتلين والممولين والأيديولوجيين والإرهابيين وأشارت الصحيفة بالأدلة الدامغة وجود مائة مسؤول من حركة طالبان وعائلاتهم يتسوقون بحرية على بعد كيلومترات قليلة من القاعدة العسكرية الأمريكية التي تنطلق منها طائرات قصف مواقع جنودهم في أفغانستان ومن متناقضات قطر جامعة إرهاب الدول العربية أنها تستضيف خالد مشعل الذي يسكن في فيلا إلى جانب السفارة البريطانية ومفتي الإرهاب يوسف القرضاوي وأحد أبناء أسامة بن لادن وأمير الحرب الشيشاني ومنفذي عمليات 11 سبتمبر وقيادات من تنظيم الإخوان الإرهابي إضافة إلى قائمة طويلة من الأسماء التي تلطخت يدها بدم الإرهاب الإقليمي والدولي اختصرتها قائمة الدول الداعية لمكافحة الإرهاب في 59 اسما و12 كيانا اللافت أن قناة الجزيرة القطرية التي صمت أذاننا بوهم الرأي والرأي الآخر تغض طرفها عن مثل تلك التقارير لتنشر ما تراه مناسبا للإبقاء على رواتب موظفيها الشهرية وما إن تحدث أحد برأي آخر تطبيقا لمفهوم الرأي والرأي الآخر المزعوم يبدأ فصل من التهجم والعويل شوف حضرتك أنا أعطيني بس دقيقة أشرح نقطة هامة أو نقطتين الأولى أن تقرير واشنطن بوست لو حضرتك تشوفه بدقة تلاقيه أعلى بوضوح حتى النهاردة أن لا يوجد واحدة من وكالات المخابرات الكبرى في أمريكا وذكروا بالنص الـ Director of National Intelligence وهو هيئة المخابرات الكبيرة هناك الـ CIA والـ FBI لا لا يوجد واحدة منهم أقرت بهذا الأمر أو أكدت هذه الكلمات فقبل أن نعطي هذا التقرير ماذا تقصد نحن هنا نتحدث عن صحيفة تتمتع بمصداقية عالية وحينما يصدر تقرير عنها ماذا نفس الصحيفة قالت تقاريرها معروف بأنها موافقة نفس الصحيفة قالت وصحيحة سواني أنا قلت حضرتك أعطيني فرصة يعني أعطيني فرصة دقيقة أنت ذهبت بعيدا الصحيفة التي تتكلم عنها لا لست بعيدا أنا داخل الصحيفة أقرأ التقرير بنفسك وهذه الصحيفة ذكرت على لسان Anonymous People أفراد لكن الوكالات نفسها المخابرات نفسها اقرأ حضرتك المخابرات لم تعلق معنى ذلك أن يعني لم تعلق إذا لم تؤكد هذا الأمر حينما لم تعلق معنى ذلك أن الخبر صحيح معروف هذا في السياسة الأمريكية لا طب معذرة اسمعني النقطة التالية بقى أن يوم 15 مايو يوم 15 مايو في 2017 خرج ماكماستر اللي هو مستشار الأمن القومي وهو مركز ليس بهين وهو رجل عسكري ليس سياسي يتلاعب بالكلمات رجل جاد عسكري أعلن بوضوح وهي منشورة حاليا تقدر تتطبع عليها الآن على السي ان بي سين يوز بالفيديو لبضعة دقائق وخرج أمام الصحفيين ليقول لهم أن ما قالته الواشنطن بوست عن حديث داخل المكتب في البيت الأبيض بين ترامب ووزير الخارجية الروسي أنه كذب وأنها اختلقت أشياء لا أساس لها من الصحة طيب سعفوا عفوا سيدي سيدي لتوضيح هذه النقطة بالذات مرة نقرأ استاذ توفير أنت تحاول أن تنسف الموضوع من أساسه ونسف الموضوع من أساسه مصيبة كبرى رغم بساطته لأنه ينتهك السيادة القطرية